أعلن الملك محمد السادس أنه من المرتقب أن يعزز المغرب شبكته من الطرق السيارة بألف كيلومتر وأوضح العاهل المغربي في رسالة موجهة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي التي تنعقد بمراكش بين الثامن والعاشر نونبر تحت شعار تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا أن المغرب يتوفر حاليا على شبكة من الطرق السيارة يبلغ طولها ألفي كيلومتر وهو ما مكن من الربط بين جميع المدن التي يفوق عدد سكانها 400 ألف نسمة ويرتقب تعزيز هذه الشبكة في نفس السياقة أكد صاحب الجلالة أن المغرب بفضل الخط السيككي فائق السرعة أول بلد إفريقي يتوفر على قطار بسرعة 320 كيلومتر في الساعة مضيفا أن المغرب صنف منذ عدة سنوات ضمن أفضل 20 بلدا في مجال الربط اللوجيستي بفضل المركب الميناء طنجة المتوسط الذي يعد أول منطقة حرة صناعية في إفريقيا واعتبر جلالة الملك أن هذا التقدم الكبير الذي حققه المغرب من حيث تطوير بنياته التحتية رافق مسلسل الإصلاحات الهيكلية المنجزة على مدى العقدين الأخيرين بهدف تقليص مخاطر ضعف المالية العمومية والحسابات الخارجية وتوفير أرضية مستدامة لنمو قوي ومندمج للاقتصاد المغربي وقال صاحب الجلالة أن هذه الدينامية ستتعزز من خلال الميثاق الجديد الاستثمار الذي يدعو إلى توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية للمملكة ويقترح إطارا زمنيا محفزا وكفيرا بجذب الاستثمارات مضيفا جلالته تظل غايتنا المتلى من ذلك كله أن نرفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى تلتي إجمال الاستثمارات في أفق عام 2035 وخالص جلالة الملك إلى التأكيد على الدور الأساسي الذي ينبغي لقطاع الخاص أن يطلع به من أجل الإسهام بشكل فعال في دينامية الإقلاع الاقتصادي التي تشهدها المملكة